اشتركوا في القناة 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 على المعلمات المستلمة على المعلمات المستلمة ينفذ هذا القرار اللي يستلم هو السينسوري اللي يجيب لك الحرارة البرودة اللي يفكر ويتخذ القرار من هو البرين الدماغ يمرر هذا القرار يعني يمرر الانستركشن يمرر هاي التعليمات الى الموتر سيستم الى الجهاز الحركي فسناخد المثال اجدت حشرة من هنا نحلة قرصتني من قرصتني راح السينسوري سيستم يودي هاي المعلومة للدماغ الدماغ عرف انه هي الم فودي موتر فاول شي سينسوري الدور البرين فكر اتخذ الدسجين الدور ودينا موتر الموتر وخر ايدك اللي هو الحركي هذا وخر ايدك يعني اللي يتخذ القرار الدماغ اللي ينفذ هذا القرار انه الموتر سيستم الجهاز الحركي واضح اكو كلمة شباب اللي هي الأفرنت والأفرنت شوفها هاي يجيبكم اياها بالامتحام مهمة يجيكم سؤال يقولك الأفرنت هو شنوه أو الاسسيندينك القادم أو الصاعد تمام الاسسيندينك يعني صاعد والأفرنت اللي هو بالأي هاذي شنوه الاسسيندينك 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 النازل هاي اكو قاعدة الها اللي هي القاعدة تقول تقول انت عندك لازم تحفظ كلمة سيم يعني شنو السيم شباب يعني السينسوري هو الاسسيندينك والموتر هو الاسسيندينك فالأفرنت مين هو سينسوري سينسوري زين شفاي واحدين من طرق الحفظ أنا مودته ما تنساه فعلا الأفرنت هو سينسوري الأفرنت هو شنوه؟ هو موتر واحد استقبارات وواحد جهة تنفيذية فإنت عندك جهاز العصبي كله تغتح شيئا أفرنت أو سينسوري ديزيشن الدماغ يتخذ القرار نسميها انتغريشن إنتغريشن وموتر اللي هو ينفذ هذا القرار وهذا شباب طيب فهدانا يقول هذا الموتر راح يأد يسوي لك تأثير عن طريق يسوي لك المسل تقلص العضلة اللي هو خرج إيدك يهي الجهاز العصبي يقسم إلى قسمين أساسي قسم يسميه جهاز العصبي المركزي وقسم يسميه جهاز العصبي المحيطي وقسم يسميه جهاز العصبي المحيطي السينترون نيرفوس الزنوفس ي73 يعني جهاز العصبي ولي هو هذا الجهاز العصبي المحيطي بالرافرال الالي هو محيطي بالرافرال نيرفوس سي73 يعني جهاز العصبي المحيطي السينترون نيرفوسيlichي من دماغ وحبل الشوكي حبل فرصة فنسميه أمسن أمسن الحبل الشوكي المترجم للأعصاب مفاق المترجم للأعصاب المترجم للأعصاب أو الماتق أو المعذر المترجم للإعطال و تقول إنلها عطلة للمسل إنه إصبح خرجية أو إلى الغده إنه إصبح لغده ما هي القادرة ما هي أقسام البارس أقسام الجهاز العصبي What is the lining of the nervous system? تحشيله مكوّن من البرين ومن البرين ومن البرين البروفير البرين وضيبته يسيطر يعني على العديد من الانترنال أورغن من الأحشاء الداخلية اللي هي القلب والإنتيستين والغلاند الهارت والإنتيستين والغلاند شو ما شباب احنا اكو مصطلح راح ناخذه هوايه احنا بهاي المحنة عظرنا نسميه اكسايتابل تيشو اكسايتابل يعني النسيج ممكن يكون بكهرباء يعني السؤال هل الجسم كل بي كهرباء لو أقع أماكن بيها وأماكن ما بيها كهرباء لا مو كلها بيها كهرباء أقع أماكن بيها وأماكن ما بيها الأماكن اللي بيها كهرباء أنصح لها الاكسايتابل الاكسايتابل يعني المتحيجة اللي بيها كهرباء من هي هاي ثلاث نيرز عضلات عصاب عفوا مصولز اللي هي العضلات والغلاند والغدد العضلات هتعرفون ماخدين بالسادس هل عضلات قلبية عضلات موسط هي عضلات إرادية عضلات الموسط هي عضلات لا إرادية مثل عضلات حركة المعدة حتا أنتم ت Leh قول تفتهمون الكلام اللي دايقوله يقول وين الهارت اللي هو كاردياك مصل انتاستين اللي هي سمود مصل والقلاند احنا قلنا النايرفز مصلس الثلاثة هن الاشياء الاكسايتابل اللي بيهن كهرباء هسه يقسم النايرفز الاعصاب الى يعني الى قسمين او ثلاثة اقسام الوحدة الاساسية للدماء والاعصاب كلها هي النايرونز النايرونز هي الخلايا العصبية يعني الدماغ هذا مين متكون؟ متكون من 100 مليار خلايا عصبية نيرونز هاي النايرونز شنو وظائفها؟ كلية الطب او المستشفى مين مكونة؟ مكونة من الاستاف الطبي سؤال استاف الطبي شنوما؟ اطباء ممرضين صيادلة محللين تخدير عمليات الاخرين فالدماغ مكون من واحدة اسمها الاعصاب اللي هم الاستاف الطبي دول الاعصاب بهم انواع نعم متخصصين كل من وظيفته شون هناك تلقى ممرض تلقى جراح تلقى محلل فالعصاب هاي ايضا متخصصة متخصصة المن ثلاثة اشياء صارت المحاضرة سهلة اللي هو الحسي ياخذ معلومات الانتغريشن اللي يفكر بهاي المعلومة ويتخذ القرار والموتر اللي ودي هاي المعلومة وينفذ هذا القرار يعني انت في اليوم قاعد زيان بالسمول قروب تمام او بأي مكان ويجا واحد ضغط على ايدك ضغطة كلش قوية اهنان السينسوري ودى المعلومة للدماغ قال له اكو ايد انضغطة كلش الدماغ ش راح يسوي راح يقول نخلي الايد لو نوخر راح يتخذ القرار فالدماغ يسوي انتغريشن اللي هو يتخذ القرار يقول نوخر هاي الايد من اللي راح ينفذ هذا القرار الموتر اللي هو العطادات فدام يا شباب انتم تلقون العصاب ثلاثة نوع عصب يود المعلومة زين اصح له السينسوري او افرانت عصب ثاني يفكر بهاي المعلومة اللي هو الدماغ هذا يسوي انتغريشن يتخذ القرار وعصب ثالث ينفذ هذا القرار واضح؟ فعصب ثالث ينفذ هذا القرار فالسينسوري نيرونس تستلم التحفيزات الحرارة البرودة الالم تستلم التحفيزات من السينسوري اوغنس من الرسبترات من هنا وكنبي مسج وكنبي يعني توصل هاي الاشارة عن العوامل مثل الحرارة الضوء المسل تينشن اللي هوش قد العضلات متقلصة يعني تطيق معلومات كاملة وين تودية المعلومات؟ توديها للهائر سنتر من يقول هائر سنتر سنتر يعني مراكز هائر يعني العليا المراكز العليا مين المراكز العليا؟ الدماغ في المراكز العليا بالجهاز العصبي اللي هو الدماغ علمودي يسوي لها بروسسنج شين بروسسنج؟ يعني يعالجها ويتخذ القرار اللي هو الانتر نيرونس اللي هي راح تسوي شنو؟ راح تسوي انتغريشن راح تفكر بهاي المعلومة وتتخذ القرار فالانتر نيرونس تاخذ من السينسوري انه يابش اكو اكو واحد داس على رجلنة اخذت من السنسوري اتخذت قرار لازم ناخر رجلنة دزت القرار بالموتر فتودي المعلومات ما بين السنسوري وما بين الموتر من اسمها انتر يعني بينه انتر نيرون العصاب البيني هاي حفظ مني يقول لك شنو عدك النيرون شوف صار عندنا سؤالين مهمات السؤال الاول اقسام الجهاز العصابي السؤال الثاني يسئلك النيرون سجلوها للسؤال شباب انواع 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 العصاب انتر نيرون من يقول لك عدد ليها من يقول لك تحجيلة واضح؟ فالسنسوري نيرون اللي هو يسمي المعلومات ويوصل هاي المعلومات المل للهائر سنتر للدماء الانتر نيرون راح يفكر بي هو يتخذ القرار ويوصل المعلومة السنسوري للموتر الموتر كاري ميسج راح يوصل الاشارة يودي الاشارة المل للمسل سلس أنا مودي يسوي كاري ميسج يعني ينقل الاشارة او الرسالة المل اللي تسيطر على المسل سلس على المسل كونتراكشن فاذا شباب النيرف سلس هي بيها ثلاث اشياء شوف دا عادي نصار كمارا عادي رسيبشن استقبال انتر بريتيشن ترجمة انتغريشن اتخاذ قرار وترانسميشن ونقل الاشارة الكهربائية طيب هس دكتور قلت لي ترجمة نيرون انواع نيرون هي سينسوري انتر نيرون وموتر نيرون صحيح؟ صحيح زين شنو البارز اجزاها مين متكونة؟ كل ذن النييرون كل ترجمة نيرون سواء السينسوري او الانتر نيرون او الموتر من الجيهن مين رح القاهم تكونة؟ رح القاهم تكونة من ذن الاشياء شباب اول شغلة القى سيل بادي جسم الخلية هاد السيل بادي هنا نواعات مالتها موجودة هي خلية حل حل اي خلية زين وهنان ديندرايت تشعبات تستلم منهن الاشارة ديندرايت شباب ذني ذني وظيفتهن استلام الاشارة الديندرايت وهذا السيل بادي جسم الخلية وظيفة اتخاذ القرار وهذا الأجزون هو وظيفته يودي القرار فواحد يستلم واحد يفكر واحد يودي هذا القرار يعني نفس السينسوري انتر نيرون وموتر هو جهاز عصبي كله مبنى على ذن الى ثلاثة حجايات واضح؟ فهذا الأجزون المحور لان واحد فنسميه محور وهي السيل بادي يعني جسم الخلية سيل يعني خلية بادي يعني جسم جسم الخلية وهي ديندرايت اللي هي التشعبات ديندرايت هاي الخلية العصبية بكل سهولة في ذنة بارتس أجزاء الخلية العصبية مكونة من السيل بادي الديندرايت والأكزون ملوني الكمياء هنا الديندرايت طالعا مين رادييت يعني رادييت شينو يعني متشعبة متل ما شفناها متشعبة مين متشعبة ديندرايت متشعبات مين من جسم الخلية جسم الخلية السيل بادي اسم الثاني سحولة السومة هاذا السيل بادي هاذا جوبكم اياها بالفراغات السيل بادي نصح له السومة طيب الأكزون اللي هو لونغ واحد طويل سيلندركل اسطواني الشكل تمام يعني مو هاي السيل بادي وهذا الأكزون الأكزون هو لونغ سيلندركل طالعا مين الرايزينج يعني ناشئ وطالعا مين من السيل بادي من جسم الخلية طيب هسا دني النيرونات من صارت دنيا الشتاء قامني يروح الوحدين بالتاني الزيين على مودي يدفن هسا هاذا النيرون يجي هاي الأكزون مالتي تمام وهاي الديندرايت وهاي خلية عصبية ثانية اتصل وياه هذي الاتصال ما بين خلية عصبية وخلية عصبية أخرى شا صيح له الصيح له السينابس تمام الصيح له شنو الصيح له السينابس فالسينابس هو الاتصال ما بين خلية عصبية وخلية عصبية ثانية فيقول الاتصال ما بين ما بين ما بين عصبية أصيح له السينابس تمام طيب هسا هاي الخلية العصبية شون تتواصلوا هاي الخلية العصبية يعني هاي الخلية زين وهاي خلية ثانية على سبيل المثال شون يتواسطني هنانا بهذا السينابس يتواسطني عن طريق إرسال رسائل فيما بيناتهم الكميونيكيشن التواصل بهذه الجنكشن بهالاتصالات عن طريق عن طريق يعني مرور مادة كيميائية صحلها الأسيتيال كولين فالأسيتيال كولين هي الرسائل ما بين عصب وعصب يعني شو هاستمتري تخابر صاحبك تخابره بالماسنجر هم يتخابرون ما بيناتهم بواسطة رسائل كيميائية صحلها الأسيتيال كولين واضح شباب هزا قلصت عندنا الأوبجكتيف الأولى اللي هي الإنترودكشن شو بتهمنا من الإنترودكشن؟ افتهمنا إنه أهم شغلة إنه الجهاز العصبي متكون من ثلاث شغلات يعني الأعصاب بيها سينسوري بيها انتر نيرون وبيها موتور غاي واحد ثاني شي تعلمنا حيت شباب من تكمل الأوبجكتيف الأولى لأخصها علمونة بعدين متراجحة بالفاينال تكون سهلة عليك قول لكتر أوبجكتيف وان الأوبجكتيف الأولى تعلمنا إنه جهاز العصبي ميان من مكون مكون من الجهاز عصبي مركزي والنصنوعざم служible وو who are upper nervous system جهاز عصبي محيطي وتعلمنا أيضا إنه النيرون الأعصاب بيها ثلاث انواع فيه السينسوري، فيه موتور السينسوري أصحي لأفرنت الموتور أصحي لأفرنت وبيها انتر نيرون التعلمنا أيضا إنه النيرون atheث لأفرنا بيها اكزون بيها سوما و بيها دين يعني بيها اكزون و سوما دين رايت اللي هو السيل بادي وتعلمت انه التواصل ما بين نيرون و نيرون أصيح له السنابس واضح شباب شفت هسا من راح ترجع تراجع بعديا راح تيقى هيتش شنن طلع عوائل ترصدقوني يعني لم عبادكم هيتش الموضوع عشوائي لا هيتش هي بهاي الطريقة نسوي خريطة ذهنية بسيا شباب إله船وي الثانية الي هي البوت lease البوتنشيال يعني ش commencer؟ يعني الجهد الكهرباء اللي كتأقل البوتنشيال يعني الجهد الكهرباع الموجود عدة بالاعصار تمان هذا يعني لدي و كون من يقول بايو ببوتنشيال بوتنشيال يعني كهرباء بايو يعني كهرباء حيوية حيوية يعني شنو يعني موجودة داخل الخلائ reinforcing طيب هاي من تنتج؟ شوف شباب احنا هسا كنا عرفنا انه الجسم بيه كهرباء صحيح؟ أوكي سؤال شنو منشئ الكهرباء؟ منشئ الكهرباء بالجسم هو الايوانات كمان؟ الكهرباء هي شنية؟ عبارة عن ايوانات سالبة وموتب اكتر شي سالبة فاي ايون عندك يطلع او يدخل راح يأثر على كهربائية الجسم فمن اقول بوتين شو او اقول الكهربائية هاي عن طريق تأثيرات مجتمعة مع الفعاليات الكيميائية شنية؟ شنية الفعاليات الكيميائية؟ شن اساس الكهرباء؟ هو الايوان تراسبورتر هو الايوانات والشباب؟ بالعديد من الايوانات سؤال من هي الايوانات؟ نيرف عصاب عضلات وغلانز اللي هي الغدد والشباب؟ طيب ادي انا شباب الجسم كله عبارة عن مجتمع يعني بيئة مائية احنا هسه قلنا اساس الجسم الكهرباء الكهرباء شنو اساسها؟ الايوانات الايوانات وين موجودة؟ موجودة بالمي بالاكيوس مجتمع بالبيئة المائية اكيوس يعني مائية البيئة المائية اللي موجودة بالمي وين البيئة المائية اللي موجودة بالمي شوف شباب كل الجسم كل الجسم حسن من اي مكان تأخذ من النانة راح يطلع لك رسم كالتالي وعاء دموي وخلائق شوف بداخل الوعاء الدموي اكو عندك مي بالدم الدم تلتة اربعة عبارة عن مي يعني عن نصة تقريبة عبارة عن مي بحق هنا السائل البيني هذا ويا بيني لان موجود ما بين الدم وما بين الخلايا هذا السائل البيني هن بي مي داخل الخلايا ايضا اكون مي زين فكأن ما بينقوسيان شو هذا الجسم ماريتك كله مي نعم 70% من وزنك مي يعني تداوذتك 100 كيلوب اكو 70% من عندك مي يعني ذا نصحب المي من عندك تبقى 30 كيلوب واضح فشباب الفكرة انو انت جسمك كل عبارة عن مي الايونات وين موجودة الايونات موجودة بهذا المي هنا الايونات موجودة بداخل الخلية اكتر ايون عندي مهم هو البوتاسيوم خارج الخلية هنا وهنا اكتر ايون عندي مهم هو السوديوم والكلورايد السوديوم سايب خارج الخلايا الصوديوم سايب الصوديوم سايب خارج الخلايا البوتاسيوم داخل الخلايا واضح شباب طيب في البيئة المائية مع الجسم السولت اللي هي الأملاح شين هي الأملاح هي الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد وعديد من الأيونات البقية وعديد من الأيونات البقية يعني متعددة يعني الجزيات الأخرى تنقسم إما إلى بوزيتف إلى أشياء موجبة أو نقط أو أيونات سالبة الموجبة مثل الصوديوم والبوتاسيوم موجبة الكلورايد سالبة وعندك شينو؟ وعندك أورغينيك موليكيول من نقول أورغينيك موليكيول هنا بالكهربائية نقصد أكثر شي البروتينات البروتينات هي مواد أغوية سالبة الشحنة تمام؟ سالبة الشحنة هاي متطلع فبالتالي شباب بما أنه الماء اللي موجود عدي بأيونات موجبة وسالبة إذن هو موصل للكهرباء آني الدكتور إتقلتنا هنمان نعلق أساس الكهرباء آيونات بما أنه هذا الماء بأيونات إذن أكو كهرباء إتحس أي ماء تحط بأيونات يعني صار بأيونات فإذن البادي بلويد السوائل المائية كوندكتور موصلات جيدة للماء للكهرباء عفونا أي ماء ينتل وما ينتل ينتل ليش للموسط جيدة للكهرباء لأيونات طيب شباب هنالنير يعني الخلايا العصبية المينبراين مالتها هاي الخلية العصبية تمام؟ هاي الخلية العصبية وهذا الأكزون مالتها الأكزون هذا اللي هنالنه بمينبراين غشاء مالخلية غشاء الخلية غشاء الخلية ناعم جداً بحيث تقريباً 7 إلى 15 نانومتر يعني كلش رفيع طبقتين من الدهون طبقة هنالنه وطبقة هنالنه ذن الطبقتين تجمعهن يعني اثنيناتين حتى هناك طبقة ذن الطبقتين اثنيناتين من تجمعهن هنه 15 نانومتر يعني فتشي كلش صغير هذا بما أنه هنه رفيعات يسمحن بعبور بعض الأيونات مثل الصوديوم والبوتاسيوم أكروس عبر المينبراين أكروس عبر المينبراين وإنبيرنيابول وغير يعني قابلات للعبور للعبور للمواد الأخرى اللي هي السالبة اللي هي قلنا من نقول يعني بروتينات يعني سالب شباب شوف هسا معلومتين قبتم مست ما تعرفوهن خلني جران ممهن هسا صروا عبارة واضحة شوف أول شي عندك من نقول أن أعين يعني هذا سالب كاتيون يعني هذا موجب هذا موجب هاي تبتوها هسا كوش شوف 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 فلاً شوف 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 الخلية هذويه اللي هو عبارة عن دهون اللي هو عبارة عن طبقتين من الدهون تمام هذة هذة بيرميابل يعني شن يعني عبر يسمح بعبور الايونات الموجبة والايونات السالبة يعني يسمح بعبور البوتاسيوم فالبوتاسيوم راح يدخل زيه او مثلا الصوديوم راح يدخل والبوتاسيوم راح يطلع بس ركزوا يا ايا تعرف وين راح وين داري دواصل زيه دخل عندي موجب وطلع من عندي موجب تغيرت الشهنة؟ ما تغيرت الدكتور دلعديش الداخل السالب اريدفتهم اذا هو يعني يسمح بعبور الايونات الموجبة اللي هي بوتاسيوم والصوديوم والصوديوم دائما يدخل هاي تحفظوها لان الصوديوم برا هواي وجوه قليل فدائما يدخل والبوتاسيوم قلنا الصوديوم سايب قارج الخلية فدائما يحب يدخل البوتاسيوم بداخل الخلية عالي فيحب يخرج بس دكتور سمن ما جاوبت على سؤالنا احنا قلنا سؤالنا ليش داخل الخلية سالب؟ هسا دا يدخل موجب ويطلع موجب فاذا المفروض يعني ما يصر تغير لعن ليش سالب داخل الخلية؟ اللي بداخل الخلية سالب لان عندك بروتينات هنانة هاي البروتينات ذات شحنة سالبة وغشاء الخلية ما يسمح بعبورها هاي تكتب فتبقى وين محصورة؟ تبقى محصورة بداخل الخلية اللي هي الشحنات السالبة واضح شباك فايضا خلي ان دي فترة عندي ثلاث أخوة واحد اسمه صوديوم واحد اسمه بوتاسيوم وواحد اسمه sen-organic اللي هو البروتين الصوديوم موجب. والبوتاسيوم موجب. الصوديوم يدخل البوتاسيوم يطلح. صار تغيير؟ لا ما صار تغيير. لأن دقة الموجب طلع موجب فما صار أيغ تغيير. ولكن.. الآخة الثالثة اللي هو ال Football هذا هوين موجود؟ موجودة بداخل الخلية ما يقدر يطلع. ohgoshales لا يقدر يطلع.. لأن دلني المواد كبار. دورني كبار.. ما يقدرون يطلعون بينما دول صغار يقدرون يطلعون. فذولا كبار ما يدرون ان يتضعون فذلك راح يكون محبوسين بداخل الخلية ولذلك الخلية راح تكون سالبة فهذا السؤال يجيكم بالامتحان لماذا داخل الخلايا مالتنا؟ ليش بداخل الخلايا مالتنا؟ ليش سالبة؟ لأن النافذ غشاء الخلية غشاء الخلية لا يسمح بنفاذ النفاذ 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 غشاء الخلية يسمح بعبور الصوديوم والبوتاسيوم ولكن المنانات الايون لا يسمح بعبور الاؤاؤنك و تكون داخل الخلية دائما سالبة اتفقنا إما ترى من الخارج الآيونيك ساليوت العملاح الآيونية منو اكتر شي سايب بره صوديوم وكلورايد هذا حفظ منو اكتر شي بالداخل هو البوتاسيوم وبعد منو النيجاتيب آيونز النيجاتيب آنيون البروتينات اللي ما تقدر تطلع فبالخارج عندك شغلتين بالداخل عندك شغلتين بالخارج صوديوم سايب بالخارج صوديوم كلورايد بالداخل البوتاسيوم والبوزيتف آيون الايونات موجبه اكتر شي البوتاسيوم ومنو بعد والنغاتيب آنيونز النيجاتيب الآيونيات السالبة النغاتيب الآيونيك موليكيول الجزيئات العقوية او البروتينات السالبة واضح شباب ولذلك اصبح داخل الخارج سالب هاد جواب واحد لسؤال مهم لماذا داخل الخارج؟ لأن الأيون مستطيع آيون نكون موجود موجود من الخارج ما تقدر تطلع الخارج خليه والسوديوم وبوتاسيوم عندك موجودون ويطلع عن طريقتين الطريقة نسميها النقلة البسيط وطريقة نسميها النقلة الفعال النقلة البسيط والنقلة الفعال شنو شباب؟ النقل البسيطφ تركيز الواطن تركيز الواطن غشاء الخلية مالتنا هاي الخلية الغشاء مالتها هاده دهون لبت يعني عباره عن جزاية دهون ثنائية يعني عباره لبت يعني دهن باي يعني ثنية لير يعني طبقة هاد الدهن ثنائي طبقة شباب ما يسمح بعبور الايونات ما يسمح بعبور الايونات يعني ايونات ما تطبو تطلع براحد لا دكتور شون قدت انه يقدر يعبور يقدر يعبور بشرط اكو ايون تشينل قنوات ايونية زيين الليبت باي لير مقاوم لعبور الايونات اكروس ات فهنان يقول المقاومة ما لهاي طبقة الدهون اللي هي غشاء الخلية لعبور الايونات is very high عالية جدا يعني غشاء الخلية مقاومة للايونات ما يخلي الايونات تعبر بشكل عالي جدا ما يخلي الايونات يعبر ولكن لعد شون تعبر ولكن اكو عدنا تراكيب اكو عدنا تراكيب يعني متفونة ما تفونة وين بالميمبرين بالغشاء الخلية هاي تقدر انهانس يعني تحسن الايونات تقدر تسهلي حملية عبور الايونات واضح شباب خلية نفس الشي بمسويه سياج عالي واكوباب تقدر تدخل من عندها فالجزيات الدول ما تسمح بالدفول الا للمواد اللي هي شنو الا المواد اللي هي تدخل من خلال شنو من خلال الايونات يعني من خلال الايونات ادي دولة نوعين النقل نوعين باسف ترانسفورت نقل بسيط اللي هو ينقل المواد تورد اكولي بريم يعني باتجاه التوازن يعني من العالي للواطن ينقل المواد فاسلت هييت يعني ينقل باسف ايون فلو جريان الايونات باسف يعني سهل او البسيط يعني جريان الايونات باتجاه الاكولي بريم يعتمد على يعني تبدع المواد على الايونات من العالي للواطن تركيز الايونات اللي هو الاختلاق بتركيز الايونات عبره 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 الخليجة فهو ينقل من التركيز العالي للتركيز الواطن هو يعني قابل يسمح بعبور فقط ملتط ايون يعني شنو يعني اني الخليجة محتاجة صوديوم افتح بوابة الصوديوم ادخل صوديوم محتاجة بوتاسيوم افتح بوابة البوتاسيوم الكلورايد مامفتاشته اصد بوابة الكلورايد فالكلورايد ميقدر يدخل فمتل ما اقلت لكم بوابات تفتيش حسب الحاجة فيقول بابامي قد أفضل عبور يحدث على تحضير عبور يحدث على الانحدار التركيزي العالي للواطي خالي سميه تغيير الحرار هادا الـ ION channels اللي هي الـ BASSI الـ ION bumps يعني مضخة اكتب ترانسبورت اللي هي الـ Particles الجزئيات تتحركوا ضد الانحدار التركيز يعني من التركيز الواطي للتركيز العالي يعني ضد الانحدار انت منت اسمعها نقالك دا تمشي ويده ويده كونسنتريشن الواطي يعني دا تمشي من فوق لجو منقالك اجاينيست عكسة يعني من جو اللي فوق اللي هو حركة من اللو كونسنتريشن من التركيز الواطي الى التركيز العالي وهذا يريد انيرجي يحتاج طاقة الطاقة من ناخذه من العمليات الايضية يعني اكسر واطلع الطاقة واضح شباب اذا بالأوبجيكتب الثانية شباب اتعلمنا انه اساس الكهرباء عندي بالجسم هو الايونات الايونات موجودة بالمون النقطة الثانية تعلمنا ليش بداخل الخلية اكو سالب قلنا لان بداخل الخلية اكو نغاتف نغاتف مواد عضوية مشحونة مواد عضوية مشحونة بشحنة سالبة انه الايونات لا تمر بكيفة وانما تمر من من القنوات اما من التركيز العالي الواطئ او من التركيز العالي الواطئ نقطة الرابعة راح نتعلمها في هاي الاوبجيكتب هو الريستنج بوتينشيال الريستنج بوتينشيال الي هي الكهرباء الساكنة بوتينشيال قلنا كهرباء ريستنج يعني ساكنة اكشن بوتينشيال يعني الكهرباء المتحركة اتفقنا انه الخلايا العصبية او اي خلايا في حالة الريست في حالة الراحة شكوا بداخلها سالب لو موجب عافية سالب سالب سبعين يعني منقاسوها لقوا بداخلها شنو بداخلها سالب سبعين منقاسوها وبالخارج موجب فالبوتينشيال ليش صارت جوه سالب وبره موجب بسبب التوزيع غير العادل للايونات والتوزيع غير المتساوي لان الايونات السالبة اللي هي الارغانيك البروتينات السالبة الارغانيك مولكيولز لان الارغانيك مولكيولز وين موجودة فقط في داخل الخلية فالبوتينشيال سالبة due to movement بسبب حركة وان ايكول دستربيوشن التوزيع غير المتساوي للايونات عبر غشاء الخلية فمن يجيك سؤال يقول لك ليش الكهرباء الساكنة الارغانيك مولكيولز هي سالبة تقول لي بسبب الارغانيك مولكيولز التوزيع غير المتساوي للايونات يقول لك يعني شو التوزيع غير المتساوي للايونات تقول لي بسبب انه وبداخل الخلية اكو عندي اورغانيك مولكيول مش حونة شحنة سالبة طيب هالي سميها الريستنغ بوتينشيال اللي هي سالبة سبعين هاي سالبة مو تنسوها سالبة سبعين كلش مهمة بس ان الشباب الا الاكشن بوتينشيال شوف شباب هنا هاي الخلية اتفقنا بالعادة برا شاكو اكو صوديوم وهواية ولذلك بالخارج اكو شحنات موجبة زينة وبالداخل اكو سالبة وبالداخل اكو سالبة ورغم اكو بوتاسيوم هواية صحيح اكو بوتاسيوم موجبة الله إن يكون ي died بطيب انك نغاز come موسيقى بوابات الصوديوم يفتح الصوديوم فإذا نستمولي تحفيز فتح بوابات الصوديوم بوابات الصوديوم من فتح الدخل الصوديوم من دخل الصوديوم بكميات كبيرة جدا صارت داخل الخلية صار موجب يعني نزال السالب اللي بداخل الخلية هذا أصيح لشباب أصيح لل D Polarization D يعني إزالة Polarization يعني سالبية يعني الزلنة السالبية إذن الخلية بحالة طبيعية بالداخل سالب بالخارج موجب ليش؟ لأن أكو مولكي وبروتينات سالبة محصورة بداخل الخلية من الله خلقها الخلايا هي فتش زين لعد الأكشن بوتينشال شنو؟ الكهرباء المتحركة إنه من يجيني من يجيني تحفيز هذا التحفيز راح يفتح بوابات الصوديوم فيدخل الصوديوم بكميات كبيرة إلى داخل الخلية ويسوي للكهرباء شنو؟ يعني يحول للكهرباء إلى موجبة واضح شباب؟ راح يسوي لي إزالة للسلبية واضح؟ راح يسوي لي إزالة للسلبية هاي الإزالة للسلبية الموجبة راح تنتقل على طول العصب يعني شنو؟ يعني هسه مثلاً نفترض هاي إيدك هاي؟ هاي؟ الهانج مالتك زين؟ وهذا الدماغ مالتك هاي الدماغ مالتك اللي راح يصير شنو شباب؟ اللي راح يصير من إجلتي مثلاً حشرة قرصتك هنا العصب اللي موجود بإيدك بتاح بوابات الصوديوم دخلت الأيوانات الموجبة الأيوانات الموجبة من تدخل راح تظل تستمر 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 حد ما راح تروح هواين؟ راح تروح للدماغ فإهنان الكهرباء صار بيها صارت كهرباء متحركة النقلة من الإيد للدماغ فسميناها سميناها اكشن بوتينشيال يعني كهرباء متحركة كانت كهرباء ساكنة بالداخل كان سالب بره موجب من انقرست عن قلبة الإشارة بالداخل صار موجب وبالخارج صار سالب وهد الشيء ظهل نتحرك في حد موصل للدماغ فسمتها اكشن بوتينشيال إذن شباب ما الفرق بين الريستنج ميمبريم بوتينشيال والأكشن بوتينشيال رايستنج بوتينشيال رايستنج يعني ساكن بوتينشيال يعني الكهرباء يعني الكهرباء الساكن اللي هي سالب 70 بداخل الخلايا الاكشن بوتينشيال اللي هي الكهرباء المتحركة suivيه blessing يعني بداخل الخلاياه صار موجب ولس sé سالب فإذاً كان بداخل الخلية سالب صار شنو صار موجب كان سالب صار موجب السالب هو ريستن كهرباء ساكنة الموجب موجب إجابة متحرك positive أو action potential فيقول من صار change صار تغير بالميمبرين potential بكهربائية الخلية ورا ما سوينا stimulus ورا ما سوينا تحفيظ قرصة هاي سوت لك potential actually reverse in exit potential يعني الكهرباء بداخل الخلية reverse in exit صار inside the cell شنو موجب فاشوفوا ريستن كشن ريستن كبوتينشيل تقول اللي بداخل الخلية سالب يقول لك ليش تقول لك أكو أورغانيك مولكيول سالب هاي ريستن كبوتينشيل يقول لك شن اكشن بوتينشيل تقول اللي بداخل الخلية صار موجب يقول لك ليش صار موجب تقول اللي ان سوينا تحفيز التحفيز فتح بوابات صوديوم الصوديوم دخل لأيوناتي موجب واط شباب طيب هسا هذا التحفيز 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 ربما يتسبب يعني يكون بواسطة باريوس يعني متعددة تأثيرات فيزيائية مثل حرارة برودة أو كيميكال أو تأثيرات كيميائية مثل يعني التفاعل كيميائي زيان زعبق أي أي مادة كيميائية فهذا التحفيز اللي ممكن يجيك ممكن يكون تحفيز فيزيائي ممكن يكون تحفيز في كيميائي مثل هيت اللي هي البرودة الحرارة اللي هو الضوء الصوت وغيرها طيب هتيا شباب نجي الى الستيج اكشن بوتنشل هاد السؤال كلش مهم شباب هاد السؤال كلش مهم ما هي مراحل الاكشن بوتنشل أنا تشينت خلية أخبل هنان صغيرونا متشاكمة زيان كانت هسا هاي راح أرسمي لكم يعني المخطط المخطط هنان عندك سالب سبعين دخلية أصلا وهذا فوق موجب أربعين أو موجب ثلاثين تمام ايشي خنقول موجب خمسة وثلاثين مهم موجب وجوه سالب سبعين هناكو عندي العتبة شباب اللي هي الترشولد العتبة العتبة اذا وصلناها راح نكمل اذا ما وصلناها راح ننزق زيان فباعوا الشباب باختصار شن هي الستيجات مع الاكشن بوتنشل الستيج اول خطوة الاستيجات مع الستيجات لお願いします اول خطوة كلها k Cleo tek الخطوة الثانية اجاني ك molt تَحفيز استيجات تحفيز استيميلاص استيميلاص فتح بوابات الساوديوم بوابات الساوديوم دخلت الساوديوم فالداخل اللي صار بي كانت سالب صار موجب لأن دخل الصوديوم صوديوم موجب فانتغلت الإشارة من السالب الحد الموجب هنا سوينا زلنا السالبية فكانت بولرايز سالبة سوينا دي بولرايزايشن إزالة دي يعني إزالة إزالة للسالبية فهنا سوينا دي بولرايزايشن وصلنا للبيك القمة ورما خلصنا هنا ورما خلصنا بعد انفتحت مني انفتحت بوابات البوتاسيوم بوابات بوتاسيوم شراح نسو راح تطلع بوتاسيوم من يطلع الايوانات الموجبة إحنا دي نخسر ايوانات موجبة إذا دي نخسر الموجب فدا نرجع للسالب أكيد، أنا أخسر شنو؟ ده أخسر عيونات موجباً فهنانة ، راح تمفتح بوابات البوتاسيوم راح شنو، من تفتح بوابات البوتاسيوم راح نرجع للسالبية زيين؟ راح يطلع البوتاسيوم الي هو موجب. نخسر موجب نخسر موجب نخسر موجب الحاد ما نرجع شنو؟ نرجع سالب فدنرجع السالبية، دنسوه repolarization رجع علمًا للسالبية إعادة المن للسالبي فهنانا الـ Depolarization اللي هو إزالة السالبية صار نتيجة دخول الصوت الـ Repolarization إعادة السالبية صار نتيجة خروج البوتاسيوم هذا Repolarization نتيجة خروج البوتاسيوم إذن الخطوة الثانية هي الـ Depo والخطوة الثالثة هي الـ Rep تمام؟ بالخطوة الرابعة شباب هنا بوابات البوتاسيوم راح نظل مفتوحة 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 ما تنسد يعني تتأخر بالسد نسميه delay closure يعني تأخير بالسد ما تنسد من ما تنسد راح نظل نقسر موجب نظل نقسر موجب فنظل ننزل بالسالب ننزل جو السالب 70 ننزل سالب 90 هاي هنا زدالت السالبية فاسميه Hyper-Polarization إذن شباب هسا نرجع نعيد الخطوة الخطوة الأولى هي Arresting اللي هو شنو Arresting هنا عندي سالب شنو سالب 70 الخطوة الثانية انفتحت بوابات السوديوم فصار عندي Depolarization ووصلنا للموجب 30 تقريبا الخطوة الثالثة انفتحت بوابات البوتاسيوم فصار عندي Repolarization اللي هو رجعنا للسالب مرة أخرى الخطوة الرابعة ما نسدت بوابات البوتاسيوم يعني احنا احنا مو صعدنا هاي سالب 70 صعدنا وهاي موجب 30 ونزلنا للسالب 70 هنا ما نسدت بوابات البوتاسيوم ظلت بوابات البوتاسيوم مفتوحة فظل البوتاسيوم يطلع فنزلنا بالسالب كلش صار عندي Hyper-Polarization Polarization زيادة بالسالبية أكتر من اللازم اللي هو السالب 90 واضح شباب فهنانا دلنا الخطوات شباب Depolarization اللي هو نتيجة دخول الصوديوم Repolarization نتيجة خروج البوتاسيوم و Hyper-Polarization نتيجة تأخر انغلاق بوابات البوتاسيوم لا تنزل بوابات البوتاسيوم يعني ما نسدت بسرعة كافية فالريستنج Membrane Potation قلنا سالب 70 عندك ايونات مال صوديوم بره هواية صوديوم سايب بره والبوتاسيوم بالداخل هواية ايجا Stimulus ايجا تحفيز معين فتح بوابات الصوديوم صوديوم channel open فتحت بوابات الصوديوم صوديوم ANSB rush يعني ركض ركض دخل الى داخل الخلية فالخلية شنو كهربائية مادخلية كانت سالب صار بيها صارت موجبة فهنان صار قلبنا الوضعية كان بالداخل سالب وبره موجب سوينا بالداخل موجب لان دخل الصوديوم فصار عندك صوديوم وهواية بداخل الخلية وبوتاسيوم بعده هواية بداخل الخلية واضح فصارت شحن الشنية موجبة الريبولورايزيشن هنان ايش راح يصير هنان فتحت بوابات البوتاسيوم نطلق والبوتاسيوم نطلق أ overl长 الوضع صوديوم هسا نعكسر صار الصوديوم بالداخل والبوتاسيوم بالخارج الهايبر بولاريزايزايشن تانال دونت كلوس فاس انا اقل قنوات منسدد هنان منفروض تنسد منسدد فبالت ضلت سالبة كلش فبالت سالبة كلش كهربائي تخليه دروب بلؤ نزلت جوه فوره بتلحظة وبالتالي هنانه نزلت جوه البوتينشل وصلت سالب تسعين مثل ما قلنا هنانه المضاخات راح تبدي تشتغل الضخ صوديوم للخارج وترجع الدخل البوتاسيوم يعني ترجع وين للوضع الاساسي هذا راح يرجع تركيز الخلايا الى نفس ما كان علي والميمبرين مستعد وراح يكون الميمبرين مستعد هنانه لأكشن بوتينشل الجديدة الفكر شباب شنو انا ندر بيكم كلكم مفتهمتو انه الريسلنج عرفناه هو سالب سبعين الديبولاريزيشن شباب ايضا افتهمناه اللي هو فتح بوابات الصوديوم دخول الصوديوم فراح الصيوم وجب الريبولاريزيشن هو فتح بوابات البوتاسيوم وخروج البوتاسيوم فراح الصر سالبه والهاي مربولاريزيشن ضد البوتاسيوم يطلع ونزلناه جوه بس اللي خربكم وين اللي حسيتوه صعب اللي هو الايونات 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 شباب سهلة اول خطوة دخل الصوديوم سوالي ديبولاريزيشن صحيح الخطوة الثانية خرج البوتاسيوم خرج البوتاسيوم سوالي ريبولاريزيشن ديبو ريبو ديبو دخول صوديوم ريبو خرج بوتاسيوم فصار عندي منعكسة العملية صار عندي بالنهاية الصوديوم دخل فصار عندي هواي جوه والبوتاسيوم صار برا هواي يعني شنو يعني عكس الحالة الطبيعية مجدد صوديوم جوه صوديوم موجود بالحالة الطبيعية صوديوم سايب خرج الخليئ فالمفروض الصوديوم موجود خرج الخليئ والبوتاسيوم موجود داخل الخليئ فبالاكشن بوتينشيل انه اكسيت صوديوم اللي هو برا دخل والبوتاسيوم اللي هو جوه خرج فش راح تسوي راح نشغل ايون باومس قنوات ايونية ترجع دخل الصوديوم وطلع الصوديوم دخل البوتاسيوم وطلع الصوديوم الحاج ما ترجع للطبيعي فهذا الشباب الطبيعي بوتاسيوم جوه هنا والصوديوم هنانه هذا النورمال حالة رقم واحد على اكسية طبعا شباب هذا الشيء شويه معقد عليكم يعني اذا ردي يجيكم بالامتحان راح تجيكم الاشياء التالي انا فهمت لكم اياه بشكل كامل بس التى اللي تحفظ اللي يجيك بالامتحان راح تجيك الاشياء التالي الريستنج بميموري بوتانش اقل لك عدد الاستاجات مع الاكشن بوتانش اتعددني ريستنج ديبو ريبو هايبر معروفات شغلة ثانية اللي ممكن تجيك الريستنج ليش سالب سبعين لان اورغانيك مولكول الديبولاريزيشن ليش موجب بسبب دخول الصوديوم الريبولاريزيشن ليش سالب بسبب خروج البوتاسيوم الهايبربولاريزيشن ليش ننزل ديوه السالب بسبب انه البوتاسيوم بسبب انه البوتاسيوم تشنلل دونت كلوز انا فيعني ما نسدد بسرعة دلني الاسئلة ممكن تجيك اما العلونات وتركيزها هاي هاي كلها معيجيك واضح شباب طيب بسيب دينا شباب انتجزيون محضارات نيش هاي اخمو خوكم طرطيقه اتنا انصوادیتو تيماده